بعد أغلاق باب الترشيح الاثنين الماضي أنهت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشرقة اطلاعها على كافة قوائم المرشحين لعضوية المجلس في كل مدن الإمارة خلال اجتماع عقدته صباح اليوم بمقر المجلس بحضور سعادة منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعدد من أعضاء اللجنة وتم تدرس الأسماء المسجلة للترشح وفق شروطا معلن عنها سابقا ومن المقرر أن تعلن عن القائمة الأولية للمرشحين الأحد المقبل في الثالث من يناير من العام الجديد عبر مؤتمر صحفي سيعقد بمقر المجلس على أن يتبع ذلك تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين في الرابع والخامس من يناير المقبل وستقوم اللجنة العليا بالرد على الطعون والاعتراضات في الحادي عشر من شهر يناير وسيتم أعلان قائمة المرشحين النهائية في اليوم الثاني عشر